اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة النهاردة هنتكلم عن موضوع ازاي تقدر تتعامل مع شخص بتعامل معك كأنك انت ستبن بتاعك كأنك انت شخص احتياطي الشخص ده بيروح وبيختفي وبيرجع وبيختفي وبيرجع هو ضامن وجودك وضامن ان انت بتحبه وعارف حقيقة مشاعرك جوافة بتاعه هو بتعامل بعشب قوي بتعامل بثقة ان مهما انحصل هو هيرجع لقيك على حطة ايده قاعد كده مبتملش اي حاجة في حياتك غير ان انت مستنيه يرجع تاني وهتبقى مبسوط ومنشكح وما صدقت ان هو رجع تاني وبيروح يختفي كده من غير اي مبررات وانت اصلا متبقاش عارف وبيعمل ايه ولا ايه اللي حصل ولا هو اختفى فين ولا ايه اللي جرى بس ما صدقت ان هو رجع ان هو رجعلك السعادة ان هو رجع واجي تاني انا كنت فكره مش هيجي تاني طيب الشخص اللي بيعتبرك في دائرة الاحتياط الشخص اللي بيعتبرك ان هو انت شخص استرنك كده ويختفي ويرجع ويختفي ويرجع وانت قاعد مستنيه ازاي تتعامل معي وايه الخطوات اللي انت المفروض تعملها رقم واحد هو ليه الشخص ده بيعمل كده انت تعتقد ليه هو بيروح وبيرجع وبتعامل معك كأنك انت شخص مضمون شخص سهل شخص مش صعب الوصول اليه لان انت على طول متاح لان هو ما بيتعبش عشان يوصلك لان انت على طول يعني بالنسباله لان هو ضامن حبك وضامن وجودك انت بتبقى احراس اعترافته انت بتحبه ان هو وجوده مهم بحياتك ومكانته في قلبك عاملة ازاي وهو ضامن ان هو شخص مهم جدا جدا وضامن ان انت هتفضل على طول موجود ومش هتمشي انت مش هتمشي الناس بتحب الحاجات الصعبة اي حد فضويه بحب الحاجات الصعبة بحب العقبات بحب المتاعب عشان يوصر للحاجات اللي هو عايزها فانت كنت شخص سهل الوصول اليه او انت شخص مش صعب بالنسباله فسهل جدا وطبيع جدا انت بتبقاش فارق معاه وان هو يخليك اختياطي ودعرها لحد صعب يعني يستمتع بالهونتنج يعني يستمتع بصيده فعشان كده لو انت اكتشفت ان انت في العلاقة دي وهي علاقة على فكرة مش صحية وعلاقة مش سليمة ومش علاقة السليمة لازم تعمل واقفة مع نفسك سواء راجل او امرأ على فكرة يعني ممكن الست اللي تبقى حتى الراجل انت الستبير بتاعها والستبن بتاعها بتروخ تروخ وترجع لك تاني لما تزهق ولما تخلص العلاقة كده فبتحصل حاجات كتير والله شفتها مع الناس صحابي وشفتها كتير جدا جدا طيب ازاي نقدر نتعامل مع الشخص اللي هو نعمل ده الوضوع بسيط جدا كل مرة يا جماعة عاجي اعمل فيديو اقول انا لازم اختصر كنت قدم احد من صحابي هو انفلونسر مشهور جدا فكما بيقولي راشان انت عيبك حاجة اختبس بالنسبالي وطوله ايه قالي ان انت بتطول كتير جدا ان انا اعمل الفيديو والله عظيم في 4 دقائق بس بقولوك انا هتكلم في ايه ابدا اطلاقا وبدا طيب يبقى هو شايف ان هو سهل جدا يجيبك فاحنا هنعمل ايه بقى نعمله عقبات نعمله حواجز يبقى الخطة ان انا مش هبقى سهلة ان انا هبقى صعب ان انا هتديله عقبات وحواجز مش هبقى توقى فلبل مش هبقى قاعد راه نقشارة ان هو عملي يلاقييني على طول امت نطيت ومش مصدق انت كلمتيني انت رجعت تاني وحاشتيني 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 كده غلط اوكي طيب انا كانت بقى بس بقى اول حاجة ان انا لازم يعني نخط حواجز ما بينه وما بين الشخص ده لازم اخب منه الحرية اللي انا كنت مديهاله يعني مثلا او كان بيكلمني في اي وقت بيوصلي في اي وقت بيشوفني في اي وقت لازم اضايق عليه الحصارة عافية انتو في الجيش كده اللي هو عمل عليه تديق حصار لازم اعمل عليه تديق حصار لانه هو بتعمل معيه انا مش فرق ازاي مثلا اول حاجة لازم تبدأ تهرب منه تهرب منه اللي هو بقى هو يحس ان مش عارف يوصلك وفي ايه مثلا انا هكلمك خاضر اوكي بقى اكلمني مفيش مشكلة يكلمك مثلا ممكن ما تردش اول مرة بعد كده ترد عليه تقول له معلش انا مشغول جدا جدا انا وراي حاجة بس هنخلصه وهرجع تكلمك وما تكلمهوش تاني تبدأ مثلا اقول لك طب يلا اشوفك يلا اشوفك نطيت في العربية وخلاص بيستنيه في المكان اقول لك عليها والمتفقين تتابله فيه دايما معلش انا اسبوع ده خارجة مع اصحابي عندي كلاس يوجا راحة جيم رياضة انا بعمل رياضة طب اجيلك الجيم لا اصحابي بيتدايقوا مش عايزة دايقهم طب يعني الحاجات او الحرية او المساحة المطلقة اللي انت كنت مديها للشخص دي اسلبها منه اختفها منه خليه حاس ان هو فقط حاجة لازم هذا الشخص اللي كان بيلعب بيك وكان بيتسلى بيك وبيعتبرك شخص مضمون وطوق بالنسباله يحس ان انت بقيت صعب هو مش فاهم اللي بيحصل لغبطه خليه فقد التوازن بتاعه خليه حاس ان فيه حاجة خليك متناقض معي متناقض معي ازاي يعني هو برضو ما يحسش ان انت زعلان يعني انا مش عايزة تحس ان انت زعلان مقموس فيه حاجة بقى يا جماعة انا ببعرفش اعملها بس ممكن الناس تانية بتعرف تعملها اللي هو اللي ما يكلمك بقى ما تقولوش على فكرة انا اتدائق منك على فكرة انا اتدائق منك عشان انت عملت واحد اتنين هو كده انت بقيت واضح معي بصوا الناس بتحب الناس الغمضة كل ما هتبقى واضح معي كل مش هتبقى انا بقى الحكة دي مبعرفش اعملها كراشة انا صريحة جدا فانا لما يكون متضايقة او متغزق او مش طايق احد اول ما بيكلم معي على طول بقى تك 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 دي شخصيتي بس ده غلط يعني اذا بقتلعها قولناه غلط يبقى لازم تخليه عيش سراع كده خليه عيش حس ان انت متناقض معي تخليه حس ان هو مش فهمك انت بتعمل كده ايه انت فيه يا عم انت يبقى لازم تتهرب منه واهرب منه دايما الشخص اللي بيهرب مننا احنا بنيوسك فيه مش دايما الشخص اللي هو تلاقيه اا عمالي دينا حب وعدنا دينا مشاعر عمالي دينا اموشنز لقينا بنهرب منه والشخص اللي بيدينا فوق دماجدة تلاقينا خلاص هموت عليه هموت والله دي طبيعة بشرية كلنا كلنا ينهزى الشخص يبقى انت مع ايه انا عارفة ان في بنات كتير بيكتبوني طب انا خايف اعمل معاه الاسلوب ده يقوم ما حاوليه ناس تانية معجبة بيه بتكراش عليه وعايزين يلقطوه فانا وانس ان انا اتقلت وعملت الحركات دي ما هو هيروح يتكلم مع الناس تانية وهينساني بصوا لو ما يكون حد بيحب حد مش هينساني شخص الله لو خاليه العالم كله هيفضل يفكر فيك هتبقى انت يعني الحاضر الغائب في بالو طيب تاني حاجة لو كنتوا بتقولوا الكلام حلو كتير توقف الكلام الحلو يعني فيش بقى وحشتيني ولا وحشتيني ولا اي ماسيو ولا بحبك ولا اي كلا حلو نوقفه اي كلم لي علاقة بالمشاعر والعواطف وتلميحات عاطفية وتلميحات مشاعرية نوقفها كأنك بتخطه في الكمفرزوم يعني ارجع تلات خطوات ورا بعد ما كنت مشيت لا ارجع لو ورا تاني عارف لف وارجع تاني انت هتلف وترجع تاني مش انا كنت خطك في مكانة الحبيب والشخص اللي انا بكراش عليه او بحبه لا انا هرجعك تاني لاصلك يا كذب انت كده بقيت في الكمفرزوم خطه في دائرة الصداقة يعني هو صديق مش اكتر ومش اقل وزي وزي اي حد تاني يعني بقى بحطة ان هو يقولك ما تخرجش مع حد تاني ما تعملش حاجة تاني ليه هو انت على طول موجود هو انت مش حبيبي انت الحبيبي لازم تفضل على طول موجود اما انت اون اف اون اف ما يلزمناش فبالتالي ما تدوهوش الاسميس نوع يتحكم فيك عارفين بقى حتة الغيلة اللي هو ما تكلميش دا وما تخرجش مع دا لا مع نفسك الحبيبي انت مجرد صديق لو انت كنت اقول له ان انت معجب بي او ان انت تجاهل الموضوع خالص واجي فكرك قول له يعني ده كان زمين بقى بس يعني كل حاجة بتتغير وزمان يعني جي فكرك بقى انت كنت زمان معجبية وزمان كنت بتحبني وفاكل لما قلته كذا كذا واحنا وقفين عند السفينة وكنا بنحط الشوكة مش عارف ايه بنأكل ايه سموف ايه مش فاكل مش فاكل خالص انا قلتك كده انا قلتك كده عادي يعني طيب ايمicha بعد تسحب كلامك الحلوة هتسحب مشاعرك الشوك عادي يا انت Rey كتا منك انا عادي جدا بلاش لحفة 1000 مش قليلا حجة بقى ان انت كمان تتجاهله وان انت كمان خط اخطياطي ديك انا مشوف دايما بجد الاو افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم ده حقيقة والله عظيم حتى في علم العلاقات علم العلاقات يعني انت عشان تدافع لا احنا نهجم فبالتالي الطرف التاني بدل ما كان بيهجم هيبدأ يدافع فبالتالي انت كمان هو بيختفي خليك نظام المراية يعني خليها one to one انا بصراحة محبش طريقة دي انا كرشه وكبرج العسراء انا بكرها طريقة دي انا احب الحلكات تبقى سلسفة كده وسهلة وخفيفة وفلكسبلتي بس فيه نسبة اضطرنا ان احنا نعمل معهم كده فانت طبعا مش هتعمل كده الا ما واحد بيحطك ستبني عارف يعني ايه ستبني يعني هو بيلف لفته ويزق وفي الاخر يرجع لك تاني يبقى يبقى لازم تتعامل معاه زي ما بتتعامل معاك يعني اختفي براحتك انت كمان ما تكلمهوش ما تسألش عنه اقلب الترابيز عليه وعلى دماغه فاهميني بس حتة انت تخطه في في الفرنز زوم بدل ما هو كان حبيب دي هتقتله بصراحة دي هتبقى القضية بالنسبة لي وزي ما قلت بقى لوه ايه تصل بيك مش على طول ترد من اول مرة لوهو بقى بيختفي بيرجع يبقى لك ميسج مش اول ميسج كده كده اتطقت ومرضت عليه وترد عليه لوهو برضو ما تقولش انه ازعلان منك وانت كنت مختلف متحسوش ان هو فارق معاك متحسوش ان ان انت كنت بتدور عليه متحسوش ان هو كموجود بالعكس تعمل معاك عادي ان هو شخص عادي جدا جدا ان انت مش فاضي انت شخص مش فاضي لك انا مش فاضي لك هو انت اصلا هو انت مهمة بالنسبة لي انت مش مهمة يعني دي هتوجعه قوي 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 ما تقبلوش ان انت تكونوا في الاحتياط حيتحد انا يعني لازم يبقى عندك استحقاق لازم تبقى حسس بقيمة نفسك لو حد مش مقدر وجودك في حياته ومقدر امتك يعني امشي وسيبه امشي انت بتمشي بتشتري نفسك لان انت لو بعت نفسك بالرخيص هيوضع طول حياته ويسترخصك هيوضع طول حياته وحاسس ان انت شخص رخيص متحسوش الاهتمام من حد متحسوش الحب من حد خص حد مش بيحبك وحطك انت حتياطي انت استبن بتاعه هنشحت منه الحب هنشحت منه الاهتمام هنشحت منه السعادة هنشحت منه الفرح عارفة انه ممكن تكون مشارك نهايته حقية وعارفة ان انت ممكن تكون بتحبه بس لازم تبقى قوي لازم بقى عنده ثقة في نفسك لازم يبقى عندك استحسس بقيمة نفسك لازم تشعر بقيمة نفسك لازم تتحكم في لغة جسدك انا عارفة انت ممكن تكون بتتعرض ب climate change تقطع ومدال شخصية بمك تكون مليهوفة عليها انا عارفة لما يكون حد بيحب حد مهما بعد هيفضل وحشه انا عارفة كده بس لازم تتحكم في الرياكشنز بتاع تكبردود افعالك معايه لازم تخليه حس بالتنقض ده عشان ما يعملش معايك الحركات دي عزز نفسك خليك عزيز عند الشخص عند اي حد بتحبه اي بقول كده على فكرة انا عارفة ان احنا لما بنكون بنحب حد بنبقى خايفين قوي ان احنا نفقده بنبقى خايفين ان هو مشي وسبنا فبالتالي بنبقى مسكين فيه قوي انت كلما بتمسك فيه قوي هو بيحس بان انت مضمون جدا ان انت سهل ترضى ان انت تكون سهل قوي لدرجة نوم مش حاسس بقيمتك هو حاسس ان عنده كل الفريدم يقرب وقت ما يحب ويمشي وقت ما يحب خلاص انت افالابل فمش هيدديرك قيمتك وراء استحقق شكرا السؤال ده جوابت عليه بناء على طلب احد مشاهداتي من الجزائر فتحية لكل دول شمال افريقيا عندي ناس كثير قوي من الجيريا ومن تونس ومن مغرب وشقيق وانا بحبوكو جدا جدا فاشكركم يا رب الفيديو تكون عجبكو قولولي تحت انت بتتعاملو ازاي مع شخص بيعتبركو استبن في حياتو او شخص بيعتبركو ان انتو مجرد شخص اختياطي بيروح يرجع عليكو بانكيو بحبوكو قولي بتتفرج عليهم فين وانتو برج ايه وشكرا وبي باي مع السلام بزرهم اشتركوا في القناة